المسامعي اللي هو حامضية الدم أو الدم البي أجمال البلد الدم اللي هو اللي هي نفس الإنسان في دمه يعني حياة الإنسان في دم الإنسان كل أساس في حياة الإنسان يعني الجسم يحصل على التوازن ماله من خلال الدم ماله يشمر به سكر يأخذ منه سكر يشمر به كاليسيوم يأخذ منه كاليسيوم يحافظ على حرارته يحافظ على مكوناته حتى يضمن حياته يعني الدم أولوية للإنسان لأن نروح نفس الإنسان في دم الإنسان حتى بعض الدول الخارجية سمحت بالإجهاض لعمر معين قبل ما يتكون الدم يقول لك من يتكون الدم صار روح وهذا حرام ما عرف شون منها الأبواب جد ما أهمية الدم موجودة طيب إحنا مشكلتنا السرطان دعي يعيش في جو معين من دعي نحول دمنا إلى الحامضية راحة شرحة يعني شنو المؤشر الحامضية من 14 درجة يتكون 14 وعدنا واحد وبالوسط رأهم سبعة اللي هي شنو هاي واحد سبعة اللي هو المتعادل اللي هو المفروض مي سبعة و14 هو كل هذا المستوى هو شي يصير قاعدي وهذا المستوى سبعة وستة وخمسة وأربعة وثلاثة وثنين واحد هو حامضي الله خلق دم الإنسان شوية فوق المتعادل يعني قاعدي بشوية ما يحضرني رأهم سبعة يمكن ثلاثة أو سبعة وأربعة فتشي يعني شوية فوق المتعادل يعني دم الإنسان يميل للقاعدية بيسك مو حامضي يعني هذا الدم اللي يفترب في أدسادنا شوما أنتو هس ستمشون بدمي اللي أنا أحبكم وهوية ومندمي على دمكم ودمكم عسل ودمك ينحب هذا الدم المهم اللي نستخدمه بالغزل دمك عسل ودمك حلو دمك ينحب ونستخدمه بالذم حس على دمك وما عندك دم ونستخدمه من الخوف نشف الدمي ونستخدمه من البطولة دماء الشهداء الزكية هاي دم المفردة المهمة بيها حياة الإنسان دم الإنسان شوية هادي بهالمكان المشكلة اللي إحنا جدا نسوي ليش دي يصير عندنا ضغط وسكر وأمراض قلب وسطرطان العلم الحديث بدأ يربط حامضية دم الإنسان بهاي الأمراض يعني دي يصير عندنا جو مناسب لأنه يصير عندنا هاي الأمراض تخيل الله خلق دمك سبعة وثلاثة وسبعة وعربعة شوية هادي هنا هاي هنا أوكي هنا يعني أنت أرض خصبة والله زرع بيها الطماطة البنكرياس والأرنابيط الكبد وكلها نمت بطريقة صحية وتثمر وتنطيلك ثمر حلو كل نطيف لأجسادنا إجينا إحنا نسوينا إجينا إحنا نزلنا القاعدية دخلنا صرنا حامضي يعني طلعنا من القاعدية نزلنا صار دمنا حامضي لأسباب معينة في حياتنا قام يطلع دغل وزغل وأشواك بدأت هاي شي تسوي الأشواك والدغل تخنق الكبد وتخنق القرنابيط وتخنق الطواطة وفي قاعدنا الصباح المزرعة عمالتنا مال جسمنا مليانة بالأشواك ومليانة بالإثراكيها اللي بدأت تعفن وتفسد واللي متى تقدر تنمو بطريقة صحيحة اليوم رح ننطي نصيحة للتخلص من هذا الدغل اليوم اللي نريد ننظف بساتين أراضي دماغنا من حلوها البساتين أراضي دماغنا كانها خضبة وطنية ننظفها من الدغل والزغل الموجود حتترجع أعضائنا تتنفس بالدم القاعدة حتترجع أعضائنا يصير بيها الحياة طيب ليش دا يصير دمنا طبعا هي مو بس عراقين دا أتكلم دا أتكلم بشكل عام يعني هاي ظاهرة عالمية شومة أنه الغلق ظاهرة خاصة ببغداد والعراق بس خاصة بي يعني ببلديات ففرضوا البلديات هي العراق حسوي العالم هو العراق بلديات غرقانة رجعنا الدم الإنسان ليش دا يصير حامضي بسبب تناول أولا ما رح أكتبها رح أعددها الخبز الأبيض والصمون الأبيض اثنين تناول الجنك فود أو الأكل النفايات اللفات الهامبورغر والبيتزا والكتشب والأكل المعلب بروسيس فود الأكل الجاهز الأكل المصنع هاي اللي تحطه بالمايكرو ويف تحميه أو بالفرن وتأكره كل شك وشي مصنع السكريات تناول السكريات قبل مئة سنة كان الإنسان بالسنة كلها يأكل كيلو ونص شكر الدرازة هسة تقول الإنسان بالسنة كلها يأكل خمسة وستين كيلو شكر وين موجودها بالشكر؟ بالشاي، بالقهوة، الخبز يصير شكر الصمون اللب يصير شكر بالعصائر المحلة، بالمشروبات الغازية بالككاو، بالآيس كريم بكل هاي الأمور دا ندخلها لأسادنا دا يصير عندنا سكريات إذن الأكل المصنع، الوجبات السريعة الأكل المعلب، كل هاي اللحم المعلبة والصوصج وغيرها الكتشب والمشروبات الغازية العصائر المحلة كل هاي الأمور تسوي دمنا حامضي يعني هي جنك فود، هي نفايات جاي إحنا نرميها وين؟ بالبلديات، أقضي وين؟ بدمنا، فمن دا نرميها إحنا بدمنا شدي يصير؟ دا يصير دمنا حامضي من دا يصير الدم حامضي دا يصيرك ظاهرة سيئة جدا راح أشرح شي بسيط طبعا الدم الحامضي يضوب الأشرائي من الداخل وينزع الكاليسيوم من الأعظام لأن لا، الدم، لأن الجسم ما يريد الحامض يتخبر يعني، بس سؤال شايفين إحنا من نقول واحد حامضة على قلبي؟ شايفين من يقول لك شبيها ريحتك؟ حامضة؟ يعني هي شيء سلبي لعد ليش أعضاء نستحمل أنه الدم يكون مانح؟ مهيهم حامضة على أعضاءنا من جوه أو من تاكل حامض شو تسوي؟ مو تسوي من تاكل حامض؟ تدري الكبد مالك جدي يسوي هسا؟ جدي يسوي هالشكل تدري هسا البنكرياس جدي يسوي؟ من وراء الدم مالك ليش تسمح الأعضاءك تسوي نفس الشيء اللي أنت ما تسوي بالخارج من تعيش برا بالحياة ما تقبل واحد ريحت حامضة أو أنت ريحتك حامضة أو مشاكل لازم نرجع دم الإنسان كما خلقه الله سبعة وشوية اللي هي يميل للقائدية لازم نطلع من جو المشروبات الغازية والعصائر المحلّة والأكل السريع والوجبات السريعة ومناكل خضرة ومناكل طبعاً تكل ما رح تأكل خضرة وهي رح يصبح دمك هادي هل رح نشرحها بحلقة أخرى طيب ليش دع أربطها بالسرطان؟ لأن السرطان يعيش هنا بالحامضية أتحدى أحد دمك هادي يصبح عندها سرطان ما يصبح عندها سرطان لأن بالدم الحامضي الكريات الحمر هسا هاي الكريات حمراء حلوة وهاي وحدة وهاي وحدة تفتر براحة تسرح وتمرح وتودي الأكسجين للخلايا طيب من يصير الدم الحامضي تلزق واحدة باللخ تصير مثل الفلوس ليش؟ لأن ما تقدر تتحرك بحرياتها فالأكسجين اللي يروح للخلايا كل شي يصير قليل الخلايا من متاخذ أكسجين الخلايا الطبيعية تصنع أطاقها بوسائل أخرى مارد أشراحها تخمير وغيرها اللي يكون مكان لتغيير الجيني وتكوين الأمراض السرطانية في أجسادنا أجسادنا هاي واحد بس هنقطة واحدة من كم كبير للدم الحامض يشون يأثى على مفاصلك يشون يذوب أعضائك يشون يسوي لك ضغط ويشون يسوي لك سكر لذلك رجاءنا نقطعوا الأكلات الغير صحية ونرجع للي خلقها الله كل ما لم يخلقها الله هو مضر يعني كل شيء مصنع أو إحنا صنعنا الطحين اللي بيضة صنعنا هذا مضر كل شيء يسوينا إحنا مع الأسف مضر لأجسادنا الخضرة الفاكهة المعدانوس الكرفس الكراف الرشاد الأعشاب الموجودة الكركم البهارات الصحية الموجودة اللي نأكلها خبز الشعير البروتينات اللحوم اللي نأكلها هاي أمور صحية لكن كل شيء مصنع هو يوبال على الجسم ومع الأسف في شيء مضر جدا لذلك اليوم عودة لا للحامضية اللعنة